فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام البرتغالي الجديد المهمة جماعة الراجل عنده سيدي ما نقدرش ننكره راجل مسك لجنة التحكيم في البرتغال وواحد من أقوى الدوريات الأوروبية مسك في اليونان عنده تجربة في الدوري الروسي إلى أن حصلت أمور روسيا وأوكرانيا وترك روسيا كل الأمور دي تقول أن الراجل أكيد عنده ما يؤهله وعنده الخبرة الإدارية في الملف ده أنت مش جاي بواحد حكم ليه اسم كبير بس بتجرب فكرة إدارة لجنة حكام لا الراجل أدار لجنة حكام في أكتر من مرة عنده أمور محتاج برضو تحطها في الحسبان زي خرجت بعض الفيديوهات لأيام موجوده في لجنة التحكيم البرتغالية على رأسها وكان فيه كلام عن بعض التوجيهات ليه اللي لها بعض التوازنات والحسابات تخص بعض الأندية ده حاجة نتمنى أن هي ما نشوفهاش ولكن المهم مش اسم رئيس لجنة التحكيم اللي جاه المهم أنت عايز تعمل إيه عايز تطور تحكيمك عشان بدل ما عندكش أي حكم مصري في المباريات الحاسمة في إفريقيا أو في كاس العالم أو كاس العامل الأندية عايز بجد تساعد الراجل ده ولا عايز المجموعة اللي احنا شفناها بقيادة محمد فاروق وتوفيق السيد وأبو العيلة وغيرها من الأسماء هي اللي تبقى بتتحكم في مصير التحكيم المصري ويستمر إلى الهوية القصة أنت اللي بتحددها أنا ما أقدرش أحكم بمعطيات دي مجرد بيانات ديت إنما اللي أقدر أحكم عليه مصارك اللي جاي وإنت عايز إيه في التحكيم المصري هتقدم للرجل إيه هتفضل في حكام عندها قوة داخل التحكيم المصري هيفضل فيه تسريبات هيفضل فيه الأمور دي ولا هنشوف فيه تغيير في التحكيم المصري ولا لأ مصارك اللي جاي استنادا من الماضي هل هيكون نسخة من كليتنبرج هيحاول كليتنبرج ولا يجد الحماية هيتعرض للإساءة ولا يجد الحماية هيختار حكام ويتم تغييرهم دون أو رغما عنه القصص دي كلها محتاجة اتحاد القرى يكون عنده الرغبة عنده الإرادة عنده الإدارة ما ينفعش يكون فيه كتلة داخل لجنة الحكام أقوى من لجنة الحكام وأقوى من اتحاد كرة القدم الحقيقة قناعاتي الشخصية لو هتجيب رئيس لجنة حكام أجنبي حاول تساعده لأنه لما يتعامل مع الأشخاص الموجودين داخل لجنة الحكام مش يعرف ده انتماءه إيه ميوله إيه ولما بتكلم عن انتماءه الميول بتكلم عن انتماءه الميول لأشخاص لأن بالفعل موجود حكام بينتموا الأشخاص موجود حكام بيخدموا على أفكار أشخاص على قصة إن الشخص ده يطلع شفته بقى التحكيم كله سيء إزاي وأنا كنت بريء وأنا اللي كنت وأنا اللي كنت وشفنا حكام حاليين كانوا بينشروا صور لرؤساء لجنة حكام سابقين ويقولوا هو ده اللي موجود في التحكيم فأعتقد اتحاد القرى لو مش عارف كويس قوي الفخ اللي هو بيصدر ليه رئيس تلاني الحكام فييبه هو ما عندوش رغبة حقيقية إنه يصلح من منظومة التحكيم المصري اللي أنا قلت في وقت من الأوقات اللي يقول لك التحكيم المصري بخير قلوا التحكيم المصري مش بخير لازم نواجه سلبياتنا زي ما بنواجه سلبياتنا في النجل الأهل لازم نواجه سلبياتنا في كل منظومة التحكيم المصري فيه أزمة حقيقية التحكيم المصري ولجنة الحكام تحديدا اللي اختيار لها بيتم بالمعارف والمجملات والمحابة والإخلاص لأشخاص مش لمنظومة التحكيم وبالتالي دي نقطة جوهرية ومهمة جدا لازم اتحاد قرة القدم المصري يعلو بشأن المنافسة لأن الحقيقة كان الأهلي هو النقطة المضيئة الوحيدة في كرة القدم المصرية سواء على مستوى الكبار أو المنتخبات أو حتى منتخبات النشئين النهاردة النادي الأهلي في مباراة يعني تاريخية كارثية وهزيمة بخماسية لو لم يكون النادي الأهلي متواجد لن تكون هناك نقطة مضيئة لكرة القدم المصرية فعلى الأقل حاوله يكون المسابقة فيها نوع من أنواع العدالة فيها تكافؤ الفرص ويكون التعيين بالأقدر مش بالانتماء والميول لأشخاص